بإتمام مشاريع ترميم العبارة تقليدية وتجهيزها بالطاقة الشمسية تفاصيل الموضوع نتابعها في تقرير نوردين وزري وأمينة بن تحمل بهذه الأراضي القاحلة بكل من منطقة ودي تاجنانا ودي ميمون زخروف وزوسفانا بولاية بشار تتألف معاناة طويلة تجمع بين ارتفاع درجة الحرارة ونقص المياه هذا المشكل الذي أرقى موالي المواشي الذي نعتاد على حط الرحال بالقرب من هذه الآبار الموالون يطالبون بإتمام مشاريع ترميم الأبار التقليدية وتجهيزها بالطاقة الشمسية كأدنى حد لتخلص من معاناة باتت تتكرر بكل المناطق الرعوية سيما وأنها تعد مأربا لآلاف رؤوس المشي والإبل ولا بينا يجونا طاقات ولا تجينا حاجة الموتور ما هو كافي خطر في بعض الأحيان نوردقاء على البل نجيب دقاء بالبل نحن وعدنا الدولة قدرت لنا الترميم للحواسي والحواسي غير رموه لنا ما دلنا طاقة لأوالا بجبدلنا الماء نبغوهم يكفر خيرهم ويجازهم يرمونا الحواسي ويدرنا الآلات للحواسية ويدرنا الطاقة الشمسية رغم أن محافظ الغابات لولاية بشار فد سابقا أنه سيتم تجهيز تلتة أبور حسب كمية المياه المتوفرة بها إلا أن دار لقمان باقية على حالها فهل تلتفت الوزار المعنية لمطالب هؤلاء الموالين؟